شهدينة الساعة دلوقتي تسعة بتوقيت القاهرة ومعادنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالا اتفضل يا هالا شكرا منا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم حذر وزير الخارجية سامح شكري من خطورة توسع رقعة الصراع وانتقال أثره المدمر على شعوب المنطقة وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا باربوك عقب مباحثاتهما بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الفلسطينيين على التهجير من غزة مشيرا إلى أن استمرار الاحتلال بدون شك من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة من جانبها أكدت باربوك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين معاربة عن قلقها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل بمناطق خان يونس ورفح ومخايم المغازي بقطع غزة مما أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة كما تمكنت الفصائل الفلسطينية من استهداف تجمع لقوات الاحتلال بقذائف الهون مما أوقع قتلى وجرح في صفوف القوات الإسرائيلية من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في المعارك الدائرة في غزة ليرتفع عدد قتله إلى خمسمائة وعشرين قتيلا منذ السابع من أكتوبر الماضي أعلن وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين أن إسرائيل وافقت على مبدأ إرسال بعثة للأمم المتحدة لتقييم الوضع في شمال قطاع غزة تمهيدا لعودة الفلسطينيين النازحين وقال بلينكين إثر محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إنه اتفق على خطة تتيح للأمم المتحدة إرسال بعثة تقييم ستحدد ما ينبغي القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شكل آمن تماما في شمال غزة دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة من كافة مداخلها خاصة المدخل الغربي من المخيم وشرعت جرفات الاحتلال بعملية تدمير للبنية التحتية عند مدخل المدينة مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين في عدة أحياء قم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات غرب رامالة وطول كرم أعلنت الولايات المتحدة عن عواقبا لهجمات قوات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون باتريك رايدر أن تحالف حارس لازدهار في البحر الأحمر يعمل بشكل فعال مع الشركاء الدوليين للتعامل مع التهديدات التي تستهدف السفن والتجارة الدولية من جانبها أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخا أطلقتها قوات الحوثيين على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات الدولية شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على وجوب تعزيز الردع النووي لبلاده وأكد الزعيم الكوري الشمالي خلال تفقده مصانع كبرى للأسلحة أنه لن يتردد في إبادة كوريا الجنوبية إذا تجرأت على ضرب بلاده مشيرا إلى أن سول هي العدو الرئيسي لبيونج يونج وشدد جونغ أون على أن الأولوية بالنسبة لبلاده يدفع عن النفس وردع الحرب النووية قبل كل شيء ورياضيا وصل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كودوفور على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطلة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم الثالث عشر من يناير الجاري وخاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأخير باستاذ مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبيل سفره ومن المقرر أن يستهل الفراعنة مشوارهم بالبطولة بمواجهة موزنبيق في الرابع عشر من يناير ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر